اشتركوا في القناة شاشة الإخبارية السورية إلى هذه المنطقة ونرصد لكم واقع المعالم التي ترصدها لكم شاشة الإخبارية السورية الأبنية في منطقة الحيدرية وأيضا إذا ما عدنا إلى حديقة الحيدرية ومباشرة إلى اليمين تقع مؤسسة الكهرباء في هذه المنطقة نحن نتحدث عن عمليات عسكرية دخلت من خلال قواتنا المسلحة البداية مساكن هنا ومن ثم توغلت وتقدمت واستعادت السيطرة على عدد من المناطق خلف المنطقة مباشرة في العمق نلاحظ العمليات مستمرة باتجاه ما بعد الصاخور وعمليات التمشيط تأتي بكل قوة باتجاه كافة الأسلحة والسلاح الجو باستهداف معاقل الإرهابيين أيضا إذا ما انتقلنا إلى اليمين ونلاحظ واقع الغارات التي تأتي من قبل سلاح الجو في الجيش العربي السوري على معاقل المسلحين جيش الفتح وغيرهم من المجموعات الارهابية المسلحة التي تحارب تحت رايتها داخل الأحياء الشرقية إذن عمليات عسكرية بحت مستمر العمليات لم تتوقف فقط هنا بل تتابع قواتنا المسلحة عملياتها باتجاه باقي الأحياء الشرقية لمدينة حلب أيضا على يمين عدسة الإخبارية السورية منطقة الهلوك التي تقع خلف هذه الكتل من الأبنية داخل منطقة الحيدرية خلفها مباشرة منطقة الهلوك والجيش العربي السوري هذه المنطقة أيضا استعادها يوم أمس بالتزاون مع استعادة عدد من المناطق الأخرى وذلك نتحدث بأن جيش العربي السوري قد فصل تماما الأحياء الشرقية إلى جزء الشمالي وجزء جنوبي الآن تبقى جزء جنوبي من الأحياء الشرقية أمام قواتنا المسلحة والعمليات المستمرة باتجاه هذه المناطق تاتي بكل قوة أي باتجاه منطقة بابهنيرب وامتدادا أيضا إلى منطقة ما بعد الصاخور باتجاه مساكن الفردوس ومنطقة الفردوس وطلعت المغير ومنطقة السكري بستان القصر كرم الطراب وامتدادا أيضا إلى كرم الميسر مناطق عدة داخل الأحياء الشرقية لمدينة حلب تعمل عليها قواتنا المسلحة الآن نتحدث عن سيطرة بعد السيطرة على الجزء الشمالي من الأحياء الشرقية الجيش بات يسيطر على قرابة الأربعون بالمئة من هذه الأحياء والعمليات مستمرة بكل قوة من قبل أبطال الجيش العربي السوري والجيش لن يتوقف فقط عند هذه المناطق بل العمليات مستمرة باتجاه باقي الأحياء الشرقية الأخرى من مدينة حلب نلاحظ بأن مناوشات تحصل الدخول ياتي بكل قوة وبخطط استراتيجية محكمة من قبل أبطال الجيش العربي السوري كون نلاحظ بأن الجيش يدخل عبر أبنية هي سكنية وجيش عند دخوله هذه المناطق يراعي تماما وجود المدنيين ويعزل بين المدنيين والإرهابيين الضربات المركزة تأتي باتجاه معاقل الإرهابيين عبر الأحداثيات المركزة وعبر دخول الأحياء الشرقية الجيش العربي السوري أمن خروج حتى اللحظات نحو خمسة آلاف مدني بحسب وزارة الإدارة المحلية وأيضا نتحدث بأن الجيش مستعدا لتأمين كافة المدنيين الذين يخرجون من الأحياء الشرقية باتجاه الحياء الآمنة والعمليات مستمرة إن شاء الله الأحياء الشرقية تأتي عبر عمليات مكثفة من قبل أطالة الجيش العربي السوري من أجهة الجنوبية المدينة حلب أيضا باتجاه الشيخ سعيد وامتدادا أيضا إلى كرم الطراب ووصولا إلى كرم الميسر هنا نتحدث بأن جيش يخوض عنف الاشتباكات ضد المسلحين وأيضا عبر عملية الدخول الجيش يسعى أكثر فأكثر للمواصلة مع المسلحين وأعطاهم الفرصة من مرسوم العفو الذي يصدر من قبل سيد رئيس بشار حافظ أسد ليغتنموا هذا المرسوم ويرموا أسلحتهم فالحكومة هي مستعدة أيضا لإجراء التسوية لهم إذن الجيش من كافة المحاور يدخل ويتقدم عسكريا سياسيا محاورة مع المسلحين هو مستعدة لكافة الإجراءات باتجاه الحياء الشرقية ونعدها لحلب بأن النصر هو قادم لكافة مدينة حلب والأحياء ستحرر منطقة تلو الأخرى من رجس الأرهابيين هذا كل ما لدي حتى لحظات على أنه أوفيكم بتقرير مفصل من منطقة الحيدارية العودة إليكم زملاء في سلطة الإخبارية السورية زميلي مراسل الإخبارية السورية وليد هناك كنت معنا عبر آخر التطورات الميدانية من منطقة الحيدارية شمال شرق مدينة حلب شكرا لكم الجميع